موسيقى نرجع على وضعنا ضروري جدا الإحماء قبل أداء التمرين الإحماء قبل التمرين مو هو الكارديو اللي اللعب بعد التمرين اللي قبل التمرين اسمه إحماء اللي بعد التمرين اسمه كارديو اللي قبل التمرين عندك دورين من الإحماء الإحماء القلبي اللي هو ترفع دقات قلبك تهيئ الدورة الدموية للتحرك الدورة الدموية قبل ما تلعب الكارديو تكون متجلطة وتكون باردة فلما تلعب كارديو تزيد عندك نسبة الأكسجين بالتسارع دقات القلب وبسبب حركة العضلات يزيد عندك نسبة الأكسجين فهنانا أنت باشرت بالنقطة الأولى الصحيحة واللي هي تنفس الهوائي وفرت الأكسجين لجسمك ووراها يجينا الإحماء العضلي أنك تحمي العضل اللي تريد يتمرنها التنفس اللاهوائي اللي هو بسبب أن نخسر العضلات هو أنك لما تفوت للجن وما تحمي ما تحمي وتنزل مباشرة للتمرين هنا صار عندك التنفس اللاهوائي اللي بسببه نقص عندك بالأكسجين الكافي أثناء أداء الحركة وانتقال الدورة الدموية للعضلات فشي يصير عندك أنت؟ يصير عندك التنفس اللاهوائي اللي هو متكون من كلوكوز الحمض للأكتيك وشي يصير يعيش؟ يعيش على مخزون كلوكوجين اللي موجود داخل العضلات وهنانا بلشت الخلية تاكل نفسها على مو تتحول لطاقة الخلية تصير تاكل نفسها العضلية على مو تتحول لطاقة على مو تقدر جسم يتنفس لأنك قاعد تجبره يتمرن أنت قاعد تجبره يتحرك فهذا يسمونه الهدم العضل فشوفوش قد ضروري الإحماء قبل التمرين لكل شخص ينزل مباشرة على التمرين أقول له أنت خربت الدنيا هاي اللعبة هاي اللعبة نظام هاي اللعبة علم هاي اللعبة ثقافة هاي مو رياضة ثانية هاي الرياضة حسابات صحيحة تصير إنسان رائع تصير عندك عضلات بشكل جيد ماكو حسابات صحيحة مثلك مثل أي شخص قاعد يكون يطبع للجم بدون هدف إذا صدق تحتفظ بجسمك وتريد تدور عضلات وتحافظ على جسمك إذا صدق تريد جسمك لما تترك الجم يكون منفوخ وحلو شكلا إذا صدق تريد جسمك ما يتنزل وما يتراجع بعد تركك للجم هواية ناس لمن يتركون الجم أسبوع ولا كأنه لعب حديد هو نفسه يكره نفسه ويمكن يسحب وياه يترك الجم صح كلامي لأولاء وهواية شباب لمن يخذون هرمونات الأندروجين اللي داخل الهرمونات ينفخ جسمه وهو يتمرن وهو بعده مستمر على التغذية وعالساب لمن بس يوقف الهرمونات صفر رجع لأوكسجين لإحراق السكر وتوليد الطاقة التي تقوم بتحريك العضلات هنا نفهم بأنه الأوكسجين هو مصدر الطاقة للعضلات معناها بدون إحماء التمرين وتوفر الأوكسجين مثل ما حشيت قبله شوية أنت قاعد تسوي هدم للعضلات وما تستفيد أنه كل شيء من موضوع تمرينك لأنك دمرت العضلة لبين ما يصير فواية أوكسجين لجسمك وتحس بالبومب أنت خسرت أكثر من 30% من عضلاتك وهذا اللي نسميه هو خنق الخلية خنق الخلية تخنقها لأنه أوكسجين مو متوفر عندك وانتفاق العضلة إنما هو قتل للنسيج العضلي وهذا نرجع عليها نفس مفهوم اللي يربطون على إيديهم فرحانين الاختراع اللي نازل يربط لأستيكة على إيديها أو رباطة ويقول لك أنا على متطلع عروق أو أحس بومب للعضلات هذا التخلف أي شخص تشوفوه قاعد يسوي هذا الأسلوب اعرفوا بأنه هذا فاضي هذا فاضي يعني تخيل أنت إذا ما لعبت كارد أحماء قبل التمرين أنت خنقت العضلة اللي قاعد تتمرنها فتخيل أنك قاعد تقطع الدورة الدموية ولو أكتجين عن العضلة فاش راح يصير عندك يصير عندك تورم بالعضلة هذا اسمه تورم صرطنة تورم وصرطنة العضلة شي يصير بيها يصير بيها بسبب عصر العضلة أنت قاعد تأصر العضلة قطعت عنها الدورة الدموية والأكسجين والكلوكوز هذا رقم واحد اثنين قاعد تجبر العضلة على الحركة لما تجبر العضلة على الحركة قاعد تحتاج أكسجين وكلوكوز وثاني أكسجين الكاربون ومي اللي كل هذا موجود بالدورة الدموية اللي ما قاعد توصل للعضلة على متن نفخ فأنت شي يصير عندك يصير عندك يرتفع عندك حمض اللاكتيك بسبب عدم توافر هاي الشغلات بسبب أنك خانقها للعضلة ويصير عندك التنفس اللا هوائي اللي هو يعتمد على حرق الخلية العضلية على مود تتنفس العضلة لأنك قاعد تدمرها بهذا الخنق فيصير عندك يرتفع عندك الكورتيزول وهو انتفاخ العضلة ورمها واللي الشباب يتخيلون يقول لك والله أنا قاعد تنفخ العضلة وقاعد تكبر أثناء الخنق والعصر فرحان بنفسه طلعك العروق هاي العروق اللي قاعد تتطلع قاعد تشوفها بسبب الخنق العضلة هذا سمو تنفس لا هوائي هذا قاعد تدمر الخلية العضلية وتدمر كريادة من الحمراء قاعد تتماوتها لكريادة من الحمراء لأن ما قاعد توفر لها الأكسجين الكافي احنا اذا خنقنا واحد شوية منه هنا يغمو يوقع اذا اختنق فتخيل انك قاعد تدمر العضلة قاعد تجبرها على الحركة أو على احتياجها للأكسجين وقاعد تقتنع عليها الأكسجين بنفس الوقت شنو العلم لهذا منو اللي اختراع هذا الموضوع وينزلوا لك التجار اللي تاجرون على السوشال ميديا وهالشغلات هاي بهاي المواضيع بس على مدبيعون والشباب يقول لك قاعد اطلع عروق معقول معقول التفكير هذا هي شي لوما اشوف واحد يسوها الحركة هاي بابولك مباشرة هذا اكبر دليل على انسان هذا انسان لا قاري ولا فاهم ولا يعرف الاكسجين ولا يعرف الكارديو ولا يعرف اشغل ما يعتمد على تقتكة الهرمونات ويتمرن وخلاص كان الله يحب المحسنين فرحان عنده عضلات هاي مو عضلات يا ابني هاي مو عضلات والله حتى لو عنده عضلات هماتين راسه فارغ ويسوي هذا الموضوع هاي الحركة انا شفت المشكلة شفت ناس اي اي بي بي برو ويصير يصوروا لابسها بس مجرد انه انطوه اياه وانطوه فلوس وقالوا لها سوين اعلان عليها يصير يربطها ويتمرن بس لانه انطوه فلوس ما يخاف الله اه عنده الله ما يعترفهم باستغفر الله لا خوف من الله لا دين لا مذهب فتلاقي نزل يصور والشباب لاحقين هاي اللي يشوفوا عنده عضلات والله سواها خلاص هذا بطل وهو تلاقي حتى كارديو ما يلعب وزنه مية وعشرين مية وخمسة عشر كيلو لما نينام عبالك محرك ما الدبابة شو اخر راح تطلع روحها شلون تموت العالم هاي السوالف شلون ما تم هذول الابطال نقصه اكسجين الدم ماله ثك بثلطين شكراً بك شكراً بخشوة شكراً بخشوة لذا مينة Spark and يحدث وتأكسجين شكراً بخشوة شكراً لكم اعطاقه